الفوسفور الأبيض خصائصه استخداماته ومدى خطورته الفوسفور الأبيض هو عبارة عن مادة شمعية صلبة ذات لون أبيض شفاف يميل للإصفرار قليلا وله رائحة شبيهة برائحة نباتي الثوم يصنع بشكل رئيسي من مادة الفوسفاد أما كلمة فوسفور فهي كلمة يونانية ومعناها حامل ضوء ومن المعروف أن الفوسفور نوعان فوسفور أحمر غير ضار وفوسفور أبيض ضار وسام وما يميز الفوسفور الأبيض أنه يتفاعل مع الأكسجين بمجرد ملمسته للهواء الخارجي عند درجة حرارة 30 درجة مئوية مصدرا نارا ودخانا أبيضا كثيفا لذلك يتم الاحتفاظ به ضمن الماء أو البرافين لمنعه من الاحتراق بشكل تلقائي مع الهواء وغالبا ما يتم استخدام الفوسفور الأبيض في صناعة الإسلحة العسكرية كصناعة الدخائر الكيميائية والدخائر الدخانية إذ أن نتعرض الإنسان لكميات قليلة منه يؤدي إلى حدوث حروق وتهيج في الجلد كما أن استنشاقه يؤدي إلى تلاف في الكبد والكلا والقلب والرئى وحتى في العظام وفي بعض الحالات يؤدي استنشاق كميات كافية منه إلى حدوث الوفاة ما هي خصائص الفوسفور الأبيض الكيميائية؟ الفوسفور الأبيض هو العنصر 15 في الجدول الدوري وفيما يلي أهم الخصائص الكيميائية للفوسفور الأبيض ما هي استخدامات الفوسفور الأبيض؟ اكتشفت مادة الفوسفور الأبيض قبل نحو ثلاث قرون عن طريق الصدفة أثناء قيام كيميائي الألماني هينيغ براند بمعالجة البول باختاً عن مادة تحول المعادن إلى ذهب وسرعان ما لقياه هينيغ حتفه نتيجة تسممه بهذه المادة غير أن الإنسان حاول الاستفادة من هذا الاستكشاف مستخدماً الفوسفور الأبيض في البداية كمادة مضيئة ويوماً بعد يوم بدأت تزداد استخدامات هذه المادة وفيما يلي أبرز مجالات استخدامات الفوسفور الأبيض ما هي الإسعافات الأولية عند التعرض للفوسفور الأبيض لا يوجد دواء يعالج التسمم بالفوسفور الأبيض إنما تتمثل الإسعافات الأولية بتقديم بعض العلاج الداعم وذلك بحسب طريقة التعرض للفوسفور الأبيض وفيما يلي أهم الإسعافات الأولية للنصابين بأحد آثار الفوسفور الأبيض